السلايدي دي بتوضح الكونجينة الهايبربلوروبنيميا وزي ما أنا قلت الكونجينة الهايبربلوروبنيميا ممكن تبعى انكونجوجيتد او كونجوجيتد انكونجوجيتد نتيجة المشكلة في اليو دي بي جلوكويرونايل ترونسفيريز انزيم ودول حالتين زي ما أنا قلتهم من شوية جيلبلت سندروم وكليب دارنيجار سندروم هقولهم تاني بالتفصيل دلوقتي الكونجوجيتد هايبربلوروبنيميا بتبقى نتيجة المشكلة في الترانسبورت بروتين اللي هو بين الكونجوجيتد بلوروبن وده بتبقى دوبين جونسون سندروم او روتر سندروم الدوبين جونس النتيجة المشكلة في ترانسبورتر اسمه MRP2 لازم تحفظها الروتر سندروم نتيجة المشكلة في ترانسبورتر اسمه OATP1 لو اتكلمنا عن اول نوع من الكونجينتال هايبربلوربونيميا اللي هو الانكونجوجيتد هايبربلوربونيميا او كريجلر نيجار زي ما قلنا فيه مشكلة في اليودي بي جلوكيرونايل ترانسفيريز وان اي وان احفظوه ده يا جماعة جين يودي بي جلوكيرونايل ترانسفيريز وان اي وان وهي اوتوزومة رسيسف ايه مشكلته؟ لو كان فيه complete absence للانزيم ده هتلاقي ان الطفل بيتولد وفي خلال ايام قليلة البلوروبين بتاعه بيصل الى اكتر من 20 ميلي جرام برديسيليتر ركيزه معايا وعشان اللي زايد الانكونجوجيتد البلوروبين فممكن ده يعدل blood brain barrier ويعمل اللي هي الايه؟ الكرنيكتراس والمورتالي تريد بتاعه عالي جدا وعلاجه يا جماعة عملش حل غير liver transplantation يعني حتى الفوتو ثيرابي او ان انا احطه تحت UV او الضوء في الحضانة والكلام ده ما بيجيبش نتيجة ما يبقى في الغالب هو liver transplantation فيه كريجلر نيجار syndrome type 2 هنا الانزيم ما بيبقاش complete absent وانما الاكتيفيت بتاعته اقل من 10% من normal عشان كده البلوروبين رغم انه بيعلى الليفل بتاعه ما بيزيدش عن 20 ميلي جرام بيبقى اقل من 20 ميلي جرام المورتالي تريد بتاعته بتبقى قليلة جدا وفي الغالب ما بيحصلش عند الطفل ده كرنيكتراس او هباتيك انكفالوباسي وعلاجه ممكن اعالجه بالفينو بربيتال والفينو بربيتال ده زي ما احنا قلنا هو انديوسر اللي يودي بي غلوكيورونايل تلانسفريز انزيم يعني بيزود كمياته جوا الخالية مع فوتو سيرابي مست الفوتو سيرابي يا جماعة اللي انا بديه انه هو بيعمل بريك داول اللي البلوروبين الى حاجات المولوكي داوليد بتاعها صغير وفي نفس الوقت بتبقى ووتر سوليابول and easy to be excreted outside the body الحالة التانية بقى من الانكونجويتد هايبر بلوروبينيميا اللي هي الجيل بارت سندروم وده بتبقى فيها اليودي بي غلوكيورونايل تلانسفريز بردو وان اي وان الاكتيفيت بتاعته بتتراوح ما بين 10 الى 35% من النورمال وبالتالي هي اقل وطع من الكريجلر نيجار سندروم لو انتو فاكرين انا قلت لما بحول留言 كونجويتد около كونجويتد انا بضيف 2 يلوكيوارونيك أسر فبحول البلوروبين إلى بلوروبين مونو جلوكويرونايد وبعدين داي جلوكويرونايد المشكلة في الجيلبرت سندروم بقى في تحويل المونو جلوكويرونايد إلى داي جلوكويرونايد وبالتالي هي زي ما قلنا هي بتبقى أقل وطأة وممكن لدرجة أن احنا ممكن تكتشف بالصدفة يعني حتى الـ age of onset بتاعها ممكن يصل إلى الـ puberty أو الـ adult ويكتشف بالصدفة during routine examination لأن حتى البلوروبين بتاعها لو رفع برضه عارفين بيرفع جرادول ولدرجة أن العيامة بيلاحص التغير أو الـ yellow discoloration اللي بيحصل في الـ skin بتاعه قليل جدا لما بيصل الـ level بتاع البلوروبين أكتر من 8 ميلي جرام بير ديسيليتر وعلاجه سهل جدا أنا هتدله phenoperpetal as enzyme inducer وفي الغالب احنا زي ما قلنا بيكتشفه عند الـ adult hood وبيعده وبيعيش حياته طبعيا الجدول ده طبعا بيوضح أو بيعمل مقارنة بين كريجلر نيجار سندروم بي نوعيه type 1 و type 2 و الجيلبرت سندروم يعني التوتال بلوروبين في type 1 احنا قلنا بيزيد عن 20 ميلي جرام في type 2 ما بيزيدش بيصل تقريبا إلى 20 أو أقل من 20 الجيلبرت سندروم في الغالب بيبقى ما بين 5 إلى 8 ميلي جرام بير ديسيليتر الـ liver function test في حالات الكريجلر نيجار والجيلبرت سندروم كلها بتبقى نورمل الكرنيكترس أو الانكفالوباسي الناتج نتيجة لزيادة البلوروبين ممكن يحصل في type 1 بتاع الكريجلر نيجار سندروم الـ liver histology نورمل يا جماعة فيه الثلاثة الـ response to phenoperpitale ممكن يحصل في type 2 أو في الجيلبرت إنما type 1 ده اللي فيها complete absence هعمل induction ليه؟ ما فيش أي response لـ phenoperpitale لأن UDP glucronyl transferase absent في type 1 في حين أن هي الـ activity بتاعتها أقل من 10% من النورمل في type 2 كريجلر نيجار سندروم وما بين 10% إلى 33% أو 35% في جيلبرت سندروم الـ inheritance بتاعت 3 حالات autosomal recessive إنما الجيلبرت سندروم ممكن تبقى autosomal recessive أو autosomal dominant ده طبعا هنا الـ slide دي بتوضح بالتفصيل الدوبين جيلسون سندروم وزي ما قلنا بيبقى فيه مشكلة فيه الـ MRP2 channel اللي هي مسؤولة عن الـ active transport أو الـ active excretion بتاعت الconjugated pleurobin إلى الـ pile canaliculi ده الحالات الconjugated hyper pleurobnemia يا جماعة بتبقى B9 يعني الـ level بتاع الـ pleurobin أو الconjugated pleurobin ما بيزيدش عن 2 إلى 5 ميلي جرام وعشان هو water soluble وlebed insoluble ما مليش تأثير على البرين وفي نفس الوقت كد بيه excreted في اليورين ففي الغالب هي حالات ميلد والأمور بتاعته بتعدي عادية يعني ما بيبقاش لها تأثير إنما هنا نلاحظ عشان ما بيبقاش فيه excretion للـ pleurobin من الـ liver نتيجة للـ deficiency أو defect اللي موجودة في الـ MRP2 channel فالـ pleurobin بيحصل له accumulation في الـ liver فالـ liver بيتحول الى black liver أو اللي احنا بنقول عليه black liver جوندس بنقدر نشخص الدوبين جونسون سندروم بكذا طريقة أول طريقة منها اللي هي الـ البروموسالفالين تيست البروموسالفالين دي يا جماعة حاجة زي صبغة كده بيحصل لها excretion بنفس الـ transporter أو نفس الـ channel دي اللي هي الـ MRP2 channel وبالتالي احنا بندي العيان injection intravenous للصبغة دي وبشوف الـ serum level بعدها فالطبيعي ان هي المفروض ان هي بعد ما انا بديها له intravenous injection بتتجمع عن طريق الـ liver والـ liver بيعمل لها excretion عشان تنزل في الـ intestine فبشوف الـ level بتاحها بعد 45 دقيقة من الـ injection بلاقي الـ level بتاحها عالي بشوفه بعد ساعتين بلاقي الـ level بتاعه بدأ يالي لانا حصل له excretion انما في حالة الدوبين جونس لان فيه مشكلة في الـ transporter ده او الـ channel دي اللي هي الـ MRP2 فلما بدي له injection بلاقي الـ level بتاعه عالي بعد 45 دقيقة ولما بقيسه بعد ساعتين بلاقي الـ level بتاعه مازال عالي برضه الطريقة الثانية اللي انا بشخص بها الدوبين جونسون صندروم ان انا بدور على الـ urine coprophyrin الكبرى بورفيرون ليه اكتر من ايزومر الطبيعي ان اللي بينزل في اليورين تقريبا 75% منه ايزومر 3 في حالة الدوبين جونسون صندروم بلاقي ان 80% او اكثر هو الايزومر 1 في حاجة تاني اسمها Oral Cholocystography ده لما بتتعامل ما بنشوفش الجول بلادر and the pleary tract لو فيه حالة دوبين جونسون صندروم هيبقى هنا بشخص ان بيبقى فيها نوفيجواليزاشن اوف جول بلادر or pleary tract الروتر سندروم بقى المشكلة فيها في زي ما قلنا الرسيبتور اللي هو OATP1 ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان الرسيبتور دي بتعمل الري ابتك لكونجيوغيتد بلوروبين من البرتالي يعني لو فيه شوية من الكونجيوغيتد بلوروبين نزله في البرتالي بيحصل لهم ري ابتك تاني ويروحوا للليفر عشان يحصلون اكسيكريشن في المسارى الطبيعي بتاعهم في البيلوري تريكت عن طريق الرسيبتور اللي هو الو اي تي بي ايه اللي اللي بي لو فيها مشكلة ده معناه ان الانكونجيوغيتد بلوروبين هيظل في الدم الدم، فهيزيد الليفل بتاعه نفس المانفستيشن بتاعة الدوبين جونسون صندروم بنلاقيها هنا في الروتر صندروم إنما هي بتبقى أقل وطأة هما الاثنين زي ما قلت لكم حالات بنائن عن الحالات الأولانية اللي هو الكريجلر نيجار و الجيلبرت صندروم بس هنا بقى الليفر ما بيبقاش بلاك كالر ليه بقى؟ لأن هو المشكلة في مش في الإكسيكريشن يعني في حالة الدوبين جونسون صندروم كانت المشكلة في الإكسيكريشن فكان بيظل الأنكونجوجيتد بلوروبين جوه الليفر مع برودكت طبعا من الإبنيفرين ميتابوليزم بتزيد في الليفر فالليفر كان بيبقى بلاك كالرد ليفر أو اللي احنا بنسميها بلاك ليفر جوندس إنما في حالة الروتر صندروم ده المشكلة بقى في اللي بيعمل ري أبزور بشأنه يود للليفر عشان كده الليفر ما بيبقاش بلاك كالرد ده الجوندس إن نيو بورن أو اللي احنا بنقول عليها في السيولوجيك جوندس ودي أنا شرحتها في سلايد قبل كده اللي هي كانت بي تكلمنا عن حالة بيتولد فيها الطفل بريماتيور فبيبقى فيها لإما الكنسنتريشن بتاعه لإما الأكتيفتي بتبقى قليلة وبالتالي بتبقى قدرته على أنه يحول الكنجوجيتد بالوروبن الى كونجوجيتدوق بلوروبن قليلة فهيزيد или كانت paccar هاي يزيد فيه الدم مشكلته بس لو زاد الليفل بتاع البلوروبين قوي وده بيبدأ يظهر بعد 3-4 تيام من الولادة بيزيد لحد اسبوع والمفروض انه هو في خلال اسبوع 10 تيام بيبدأ الليفل بتاعه يرجع طبيعه والجندس بيختفي لو مختفياش بنعرضه بقى ليه فوتو سيرابي مع فينو بربتال عشان يعمل اندكشن لليو دي بي جلو كوروناي لترانسفريز والفوتو سيرابي زي ما قلت هو فايدته انه بيعمل بريك داون للبلوروبين اللي هو Water In Soluble الى Small Fractions او Small Fragments اللي هي Water Soluble and Easy to be Execrated Outside the Body